بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيديو نهار اليوم رح يكون موجه لتلاميذ السنة الثانية متوسط الفيديو عبارة عن حل فرض مقترح بقوة بالنسبة للثولات الثالث الفرض حول المقطع الرابع يعني التلاميذ اللي بدأوا في المقطع الرابع إذن نبدأوا بقراءة النص النص عبارة عن إيميل دير ليو عزيزي ليو إذن المتلقي هو ليو المرسل هو أنس دائماً نلقوا الاسم تعالى السندر المرسل في آخر الإيميل والرسيبر المتلقي في بداية الإيميل دير ليو عزيزي ليو كيف حالك؟ أتمنى أنك بخير أنا سعيد جداً لأنني سوف أظهر جيجل العطلة المقبلة إنها فعلاً ممتازة أنا جد متحمس للقاء أصدقائي وأقاربي هناك هذه المدينة معروفة بمناظرها الخلاذة وشواطئها الرائعة وكذلك معروفة بفندقها الجميلة التي تقع مباشرة على الشاطئ سوف أظهر أيضاً تازا ناشونال بارك التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الحيوانات النادرة الكهوف العجيبة يعني المتحف ما قبل التاريخ اللي اسمه غار الباز أيضاً سوف أستمتع بالأنشطة الأوتدور يعني في الهواء الطلق مثل ركوب الأمواج سكيوبا دايفين الغوص هايكن معنى هالقيام بنزهة مشياً عن الأقدام ركوب الدراجات في الجبال وتسلق الجبال أنا متأكد أن عقلتي ستكون رائعة أتمنى لو أنك ستكون معي معناها سوف تجد مع هذا الإيميل بعض الصور الخاصة بهذه المدينة هنا اسم المرسل نبدو بالأسئلة الخاصة بفهم النص اقرأ النص جيداً وأجب على الأسئلة أين سوف يمضي أنس عطلة الصيف المقبل هنا نقول أنس نبدو بالفاعل بما أنها جملة عادية يتبع الفعل هنا الفعل جزئين أنس يعني نهزو السابجكت نبدو به هو الأول بعد الفاعل السابجكت الفاعل يتبع الفعل مباشرة يعني الفعل بجزئية أنس سوف يمضي عطلة الصيف إن جيزن ما هي المعالم التي سيزورها أنس؟ نبدو بأنس يتبع الفعل سوف يزوره بعد نرجع للنص عندنا تازا ناشونال بارك كما نديرو فاصلة السابجكت الفاعل نرجعو للنص عندي دير ليو عزيزي ليو اذا ليو is the receiver هو المتلقي يعني صحيح true the marvelous caves الكهوف العجيبة contain تحتوي rare and protected animals تحتوي على حيوانات محمية وناذرة false الحيوانات الناذرة موجودة في المحمية الطبيعية سوف يستمتع بالنشاطات الداخلية نشاطات في الهواء الطلق وليست نشاطات داخلية activity 3 رح نستخرجوا من النص synonyms المرادفات of situated situated معناها يقاعوا the synonym of situated is located دائما synonyms تلقاهم في النص vacations vacations معناها عطلة المرادف هو holidays vacations holidays now the opposites ضد of boring boring معناها ممل the opposite amusing amusing يعني مسلن last معناها الماضي the opposite is عكسها هو next المقبل اذا نكملنا مع الاسئلة الخاصة بالنص ننتقلوا الاسئلة القواعد mastery of language activity 1 التمرين الاول complete with the right word هنا عندي 4 pictures اربع صور وعندي هنا 4 activities اربع انشطة رح نحط كل نشاط تحت الصورة اللي تعبر عنه عندي number one skin 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 هو التزلج اذا رح نكتبها هنا team mid يحاول انه يحفظ الانشطة هادي skin swimming swimming هي السباحة اذا نكتبها هنا fishing fishing معناها استياد السمك اذا نكتبها هنا scuba diving معناها الغوص اذا نكتبها هنا activity 2 التمرين الثاني turn the following sentence into negative and interrogative هنا عندي جملة affirmative يعني positive عادية غير منفية رح نحولها للnegative يعني نحولها الى جملة منفية ثم نحولها الى question الى سؤال interrogative sentence يعني جملة استفهامية we will taste local food سوف نتذوق الاكل المحلي كي يطلبوا مني اني ننفي جملة معناها رح ننفي الفعل فقط اذا اول حاجة يكون بهالتنميذ هنا انه يبحث على الفعل الفعل هنا هو will taste سوف نتذوق اوكي هنا الفعل عبارة عن جزئين لانه مصرف في simple future اوكي اذا simple future طريقة النفي تاعه سهلة جدا 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 لماذا هنا كيفاش نديره نكتبه subject we will taste هو الفعل يبقى كما هو فقط هنا نحط not في الوسط we will not taste local food يعني الجملة تبقى كما هي فقط ننفي الفعل التغيير يحدث على الفعل هنا بما انه الفعل في simple future نخلي الفعل كما هو فقط نحط not في الوسط ايضا will not هذه التنميذ يقدر يختصرها ويكتب won't won't taste ok ولكن من الاحسن باش ما التنميذ ما يقعش في الاخطاء يكتب will not taste ok هذه won't هي الاختصار تعويل يعني هذه صحيحة وهذه صحيحة الآن الجملة الاستفهامية دائما كي نستخرج الجملة الاستفهامية ولا الجملة المنفية نرجع للجملة الاصلية اذا هنا عندي جملة عادية بدأت بالsubject هنا كي نحول هالسؤال لازم السؤال يبدأ بالauxiliary يعني هنا راح ندير حاجة بسيطة جدا subject والauxiliary الفاعل والauxiliary هذا الفعل المساعد نحكسهم فقط هنا فقط عندي حالة خاصة هنا كنت جاءت he will نقول will he ولكن هنا will we هنا من الاحسن ان نرجعها will you will you taste local food هل ستتذوقون الاكل المحلي اوكي لانه الاجابة هنا we will سوف نتذوق اذا هنا من الاحسن نقول will you هل ستتذوقون you بمعنى انتم يعني كي نسأل نسأل هل انتم كي يجاوبوا عنينا يجاوبوا نحن اوكي يعني من الاحسن هنا الفاعل مبدلوه we ترجع you هذه الحالة تعالنا مبدلو الفاعل تكون كيقود عندي هنا we ولا i انا ولا نحن في السؤال نرجحها انت ولا انتم يعني تتحول الى you بينما هنا كنجا عندي he ولا she تبقى نفسها في السؤال اوكي اكتيبيتي ثري التمرين الثالث put the following verbs in the simple present tense هنا عندي افعال راح نصرفها في ال present simple في الحاضر اوكي الدرس تاع simple present راه هو موجود بالتفصيل في القناة القاعدة نهضرها لكن باختصار في طلبوا مني اني نصرف فاعل في simple present هنا اول حاجة نرجع لها هي subject لانه الفاعل مهم جدا اذا كان الفاعل he she it هو ولا هي المفرد ولا it تعبر عن الشيء المفرد اذا كان واحد من هذو الفعل نزيد له as اوكي اذا كان الفاعل تاعي i you we they هنا الفعل نحلو الاقواس ونخليه كما راح كما هو اوكي اذا نبدأ في حال التمرين هنا عندي سامي سامي معناها هي يعني هنا نحول الكلمة الى ضامير يعني في راسي نحول سامي الى الضامير المناسب لهوا هي بما انه subject هنا هو هي معناها راح نزيد حاجة للفعل الفعل هو go نحضر في الاقواس والتو يبقى عندي go هنا نورمال منزيد اس ولكن هنا عندي حالة خاصة الفعل ينتهي بالاو يعني معه وشيو it دائما نزيد اس اذا كان الفعل ينتهي بالاس دابل اس او اكس زاد سي ايج اس ايج هنا معه وشيو it نضيف اس وليس فقط اس يعني هنا الفعل راح نصرفوه معه معناها راح نزيدولو حاجة يا اما اس يا اما اس كيفاش نعرفوه ونروح نشوفو الفعل بماذا ينتهي الفعل ينتهي بالاو معناها راح نضيفو اس the children children معناها they هم قلناك يعود i you with they ما نضيفو ولو الفعل يعني to make نحذفلها الاقواس والتو ونخليها كما هي mom معناها امي يعني she هنا ايضا عندي حالة خاصة لماذا حالة خاصة لانه هنا اعطوني auxiliary verb to be هنا to be ما هوش فعل عادي هذا راه فعل مساعد to be ما يتبعش خلاص القاعدة على الافعال الاخرى simple present to be عنده تصريف وحده to be كنلقاها في الجملة نحذفها كاملة نعوضها يا اما بام يا اما بيز يا اما بار حسب الفعل ام تمشي فقط مع اي يعني اذا كان الفاعل تاع الجملة تاعك اي تكتب ام اذا كان هي او شي او ات تكتب ايز اذا كان يو وي ولا داي تكتب ار هنا عندي الفاعل هو mom يعني شي يعني راح نكتب ايز ماي دوغ هاكس كلبي هاكس الكلب حيوان نعوضه بيت عندي تو انجوي بما انه هنا عندي ايت معناها راح نضيف اس للفعل كنا معاهي وشيو ايت نضيفه اس انجويز هنا الفعل انجوي لا ينتهي بحرف من الحروف هادو اذا راح نضيفه اس الان اكتيفيتي فور تمرين الرابع عندي كلمات فيهم سي ايش سي ايش سي ايش اند سي ايش هادي احيانا تنطق شو هذا الرمز تاع شو الاس هادي المفتوحة معناها شو وهادي تشو تنميذ يقرأ الكلمة اذا سمع الصوت شو يحطها هنا اذا سمعت شو يحطها هنا اكيد هنا الاستاذ ما رحش يقرأ الكلمات للتلميذ يعني التلميذ الكلمات هادي يكون ديجا قراها في القسم وموجودة في كراسه هنا التلميذ يحفظ الكلمات لموجودة في الكراس يعني في القسم الكلمات هادو التلاميذ يكونوا صنفوهم في جدول حسب النطق التلميذ يحفظ هذك الجدول يعني هذا هو الحل باش انه يجيب التمرين صحيح فقط بيتشيز هنا انطقت هاد شو هنا مكانش قاعدة نقدروا نمدوها للتلميذ مثلا اذا كان قبل هكذا تنطق شو اذا كان بعد هكذا لا مكانش قاعدة يعني هاد النطق تع الكلمات هذي التلميذ يتعلمها فقط بالممارسة وبالاستماع يعني كل ما يسمع هاد النطق تع الكلمات سيتعلمها الان وصلنا للوضعية الاذماجية نقرأوا مع بعضان الوضعية حول ماذا ستفعل في عطلك الأسبوع المقبل استعمل الفيوتر سيمبل يعني راح تستعمل وانتبه الى علامات الوقفة والماجسكول هنا اعطونا كلمات يساعدونا في كتابة الايميل اذهب بالحافلة بالسيارة بالدراجة يعني ازور حديقة الحمى وازور المتحف ازور الجامع الاعظم في العاصمة اذهب الى حديقة التسليه اقوم باخد صور اعود الى المنزل كيطلبوا منا ان نكتبوا ايميل بالاحسن ان نرسموا هذا الاطار نكتبوا من هنا الايميل تع المرسل الى الايميل تع المتلقي موضوع الايميل نشاطاتي في عطلة الاسبوع المقبل ومن بعد التنميذ يبدأ في كتابة الايميل هنا في بداية الايميل نكتبوا دير ونكتبوا اسم المتلقي هنا المتلقي هو سامي الى سامي اذا نكتبوا دير سامي هنا نخليوا البياض الاندنتيشن يعني في عطلة الاسبوع المقبل نديروا فاصلة بعد ظرف الزمان سوف ازور حديقة الحامة هنا نتابه للفعل نحط قبلها والمتحف نقطة هنا دائما التنميذ يحاول انه يكتب جمل قصيرة لكي لا يقع في الاخطاء يعني يكتب جملة بعد يحط نقطة بعد يبدأ في جملة ثانية كي نبدأ في جملة جديدة نعود نبدأ بالسابجكت نكتب السابجكت سوف اذهب هنالك عن طريق الحافلة الفعل go نحط قبله will لانهم طلبوا مني تصريف الافعال في السيمبل فيوتر i will take nice photos سوف ااخد صور جميلة and eat tasty food it will be سوف تكون an unforgettable weekend سوف تكون عطلة نهاية اسبوع لا يمكن نسيانها yours amine في الاخير تكتب yours وتكتب اسمك اسم المرسل اوكي اذا انو صلنا نهاية حل الفرض نتمنى انو الشرح كان واضح وكان مفهوم اذا كان عندكم اي استفسار خلولي في التعليقات good luck and goodbye